والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي إنه إلا وحي يوحي علمه شديد القوي دو مرة فاستوي وهو بالأفق الأعلي ثم دنا فتدلي فكان طاب قوسين أو أدني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ماره أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخر عند سدرة المنتهي عندها جنة الماوي إذ يغش السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبر أفرأيتم اللات والعز ومنات الثالثة الأخر ألكم الذكر وله الأنث تلك إذا قسمة طيزي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنث وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون إمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي توليه وأعطي قليلا وأكديه أعنده علم الغيب فهو يريه أم لم ينبأ بما في صحف موسي وإبراهيم الذي وفيه ألا تزر وازرة وزر أخره وأن ليس للإنسان إلا ما سعيه وأن سعيه سوف يريه ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثي من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأطني وأنه هو رب الشعري وأنه أهلك عادن الأولي وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغي والمؤتفك تأهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر الأولي أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تذكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا